يفترشون العراء على طول الحدود التركية اليونانية نسبة كبرى منهم من الأطفال والنساء يواجهون البرد وتدني درجات الحرارة المهاجرون يعانون من سوء الأحوال الجوية في انتظار العبور إلى الأراضي اليونانية ومن ثم إلى الدول الأوروبية الأخرى ويواصل الأمن اليوناني بين الحين والآخر إطلاق عيارات نارية في الهواء والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لإبعادهم استنفار أمني في المنطقة الحدودية بين اليونان وتركيا مئات المهاجرين يحتجدون في المعبر بوابتهم إلى أوروبا بعد أن منعهم حرس الحدود اليوناني من العبور تطورات تأتي بعد إعلان أنقرة فتح الطريق أمام مئات المهاجرين أثناء شددت إجراءات الرقابة برا وبحرا تحسبا لقوافل المهاجرين القادمة من المناطق التركية كافة بدورها الحكومة في أثناء عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة مسألة الحدود اليونان اتهمت أنقرة بإرسال المهاجرين إلى الحدود في هجوم منظم قائلة إنها مصرة على إبعادهم المتحدث باسم الحكومة اليونانية أكد أن بلاده تواجه محاولة منظمة مجمعية وغير قانونية لانتهاك حدودها مؤكدا إحباط أكثر من أربعة آلاف محاولة للدخول بشكل غير شرعي عبر الحدود البرية بدوره اتهم وزير الأمن العام اليوناني تركيا بإرسال المهاجرين واستخدامهم لأهدافها الخاصة ذلك في أعقاب تعهد أردغان بالسماح للاجئين بالتوجه إلى أوروبا من بلاده مستخدما ملف الهجرة ورقة ضغط على أوروبا لدفعها للتحرك بشأن سوريا الاتحاد الأوروبي قال أنه يدعم اليونان وبلغاريا في حماية حدود التكتل لكنه سعى أيضا إلى تهديئة أنقرة رئيسة المفاوضية الأوروبية أكدت أن الاتحاد ينظر بقلق إلى تضفق المهاجرين من تركيا باتجاه حدود التكتل الخارجية في اليونان وبلغاريا اليونان التي كانت بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبين لجوء في العامين 2015 و2016 تؤكد اليوم أنها لن تسمح بدخول المهاجرين مجددا إلى أراضيها وخصوصا أنها مفق تأكيدها يرسلون ويستخدمون من الجارة تركيا